أهلا بكم من جديد أعلنت موسكو موافقة أنقر على مقترح قدمته لفتح ثلاث معابر في الشمال السوري للمساهمة في تخفيف معاناة المدنيين المحاصرين داخل مناطق المعارضة والمعابر الثلاثة هي سراقب ومزنار في إدلب وأبوزيدين في حلب وسيسمح لفتحهم بمرور النازحين والسماح بعبور الشاحنات الإنسانية بهدف تخفيف صعوبة الأوضاع الإنسانية في الشمال السوري نجحت روسيا في الحصول على موافقة تركيا على مقترح بفتح ثلاثة معابر إنسانية بمحافظتي إدلب وحلب ويقع ممر سراقب ومزنار في إدلب وممر أبوزيدين في حلب داخل مناطق خفض التصعيد الواقعة تحت السيطرة التركية ويسمح القرار بفتحهما أمام النازحين وكذلك إيصال الشاحنات الإنسانية لتخفيف وطأة الأوضاع الاقتصادية وخلال الأيام الماضية شهدت منطقته خفض التصعيد شمال سوريا توطرا واضحا بعدما اتهمت أنقرة الجيش السوري بقصف صهاريج نفط تابعة لها ما أشعل حرائق في مناطق واسعة شارو إلى أن مناطق واسعة من شمال سوريا تطال محافظات إدلب وأماكن من حلب والرقة والحسكة تخضع لسيطرة القوات التركية والتشكيلات المتحالفة معها نتيجة عمليات عسكرية شنتها أنقرة منذ عام 2016 قالت إنها ضد تنظيم داعش الإرهابي ووحدات حماية الشعب الكردية وقبل أيام قام الطيران الروسي بقصف بلدات متاخمة لمناطق سيطرة تركيا ما جعلها تستدعي السفيرة الروسية لدى أنقرة لبحث الموقف ويسهم القرار في التخفيف من حالة العزل والحصار الداخلي التي يعاني منها المدنيون نتيجة اقتسام الأراضي في الحرب المستمرة منذ أكثر من عشر سنوات من أسطنبول ينضم إلينا سيد أحمد رمضان عضو الاقتلاف السوري ومن دمشق دكتور أسامة دنورة الخبير الاستراتيجي أبدأ معك من دمشق دكتور أسامة ما الذي استدعى فتح هذه المعابر بين مناطق الحكومة ومناطق المعارضة؟ هل هي للأغراض الإنسانية فقط؟ طبعا بالدرجة الأولى التحية لكم ولضيوفكم والمشاهدين على قناتكم الكريمة طبعا الهدف الأساسي هو الهدف الإنساني هناك كان إغلاق لمعابر تمر عبرها المساعدات الإنسانية بقرار من مجلس الأمن بقي معبر واحد عبر الأراضي التركية وبالتالي أصبح من الضروري أن تتدفق هذه المساعدات عن طريق الدولة السورية التي أصبح تصل عن طريقها إلى المناطق التي لا تزال تحت الاحتلال التركي لذلك طبعا نحن وجدنا أنه في الآوينة الأخيرة كان هناك معاناة لدأهل هذه المناطق من فقدان مواد الإغاثية ومن فقدان المساعدات وطبعا بتقديري أن هناك هدف لا يقل أهمية وهو أن هذا الاقتصاد الذي هو اقتصاد طفيلي اقتصاد إم بلاك كما يسمى اقتصاد أسود يقوم على النفط المهرب وتكريره بشكل بدائي وضار بالبيئة وضار بالصحة وإعادة بيعه بشكل غير شرعي وأصلا هو نفط مسروق من الدولة السورية ومن أراضي سوريا هذا كان من المطلوب أن يتم القضاء على طريقة هذا الاقتصاد ونمط هذا الاقتصاد وبالتالي أن يستبدل هذا بالوضع الطبيعي الذي هو التواصل مع باقي الوطن الأم ودورة الاقتصادية السورية بدلا من تكريس واقع انفصالي تتواصل فيه هذه المناطق مع تركيا تبدأ بالتعامل بالليرة التركية وبالتالي لا يمكن لأي إنسان إلا أن يعتبرها مقدمات لاستمرار الاحتلال التركي والسلخ كما قبل عقود تم سلخل وأسكندرون لذلك هذه الخطوة ضرورية لإعادة التواصل الديموغرافي والاقتصادي ودورة الاقتصادية مع هذه المناطق ضروري لعودة المساعدات الإنسانية التي منعت وهدف استعادة السيادة الكاملة السورية منعت من ثلاثة معابر عبر تركيا أن يتم تدفقها إلى المناطق التي لا تزال تحت الاحتلال التركي واحتلال المجموعات الإرهابية وأعتقد أن هذا هو الهدف الرئيسي من هذه المبادرة سيد أحمد رمضان من أسطنبول كيف وجدت طرح الدكتور أسامة أولا؟ وهل يتعارض فتح هذه المعابر مع قانون قيصر إذا تمت إساءة استخدام هذه المعابر؟ مساء الخير لك ولضيفك ولسادة المشاهدين لا شك أن هناك ضغوط تمارسها روسيا من أجل فتح معابر بهدف إنقاذ النظام من الناحية الفعلية الجميع يعلم أن النظام يتهاوى الآن وهو لا يملك القدرات الكافية لتوفير المؤن والمواد الغذائية والطبية للمواطنين السوريين الذين يخضعون الآن لسيطرة الميليشيات الإرهابية الإيرانية في داخل سوريا ولأيضا الميليشيات التي تلتف حول النظام وتلقى الدعم منه ونشاهد جميعا الطوابير الآن على الخبز والمواد التموينية والوقود وكذلك المواد الأخرى وبالتالي هناك أزمة مستفحلة ويشعر الروس أن النظام يمكن أن ينهار في أي لحظة بسبب عدم توفر المواد الغذائية والطبية وبسبب أيضا عدم وجود ملاءة مالية لدى النظام وبالتالي هناك ضغوط الآن روسية من أجل توفير مزيد من المساعدات من أجل فتح بعض المعابر التي يمكن أن توفر تلك المواد الغذائية للنظام والمواطنين المحاصرين في الداخل ولذلك حتى الآن لا أستطيع أن أقول أن هناك معبر قد فتح أو أن معبر سيفتح في تلك المناطق يعني حتى الآن لا يوجد تأكيد لذلك سوى الإعلان الروسي ونعلم جيدا أن الإعلانات الروسية دائما تتم من طرف واحد المسألة الآن لا تتعلق بقضية المساعدات فقط هناك في شهر سبعة القرار 2235 الذي يفترض أن يتم التجريد له الروس دائما يشهرون الفيتو في وجه أي مساعدات يمكن أن تدخل إلى المناطق المحررة والمناطق السورية في الداخل هناك قرابة خمسة ملايين مهجر في الداخل السوري هؤلاء يلقون مساعدات دولية لكن النظام اعتدنا أن يسيطر على المساعدات مع الميليشيات الإرهابية الإيرانية المنتشرة في الأراضي السورية والتي عادة وفق تقارير الأمم المتحدة تسيطر على ما يقرب من 85% من أي مساعدات تدخل إلى تلك المناطق لذلك لا توجد ثقة دولية بالنظام والميليشيات الإرهابية الملتفة حوله سواء كانت إيرانية أو روسية من مرتزقة فاغنر أو حتى الميليشيات التي استقطبها النظام من هنا وهناك وهناك الآن حاجة لتوقف هذه القضية أو أن تكون المساعدات تحت إرادة دولية وعبر معابر يمكن أن تكون عليها رقابة دولية وأعتقد أن المعابر التي تتوفر الآن عبر تركيا تتم بإشراف دولي وتتم عبر رقابة الأمم المتحدة بينما المعابر الأخرى التي يقيمها النظام هي معابر للتهريب سواء مع لبنان أو مناطق أخرى طيب أتحول إلى دمشق مرة أخرى ودكتور أسامة دكتور أسامة سيد أحمد يقول بأن لم يتم التأكيد حتى الآن حول فتح هذه المعابر على رغم من أنه هناك من رأى أن فكرة فتح ثلاثة معابر هو ترجمة للاتفاق الذي تم مع وزير الخارجية الروسي وتركي في الدوحة قبل فترة قصيرة طبعا الحقيقة ممكن أن يكون هذا قد حدث أن تكون هناك تفاهمات تركية روسية وقطرية روسية أيضا ولكن نحن ما نراه بشكل عام بأن التركي بدأ يبيع تنظيم الأخوان الإرهابي وبدأ يتخلى عنه إعلاميا سياسيا تمويليا إلى كل ما هناك يعني هناك بدء انسحاب من المشروع العابر للحدود التركي المشروع الجيو بوليتيكي إن كان أسميناه بان تورانيك أو بان أوتومانيك عثماني جديد أو توراني جديد هناك بدء انكماش لهذا المشروع طبعا نتيجة فشله والنتيجة أنه أصبح مكلفا سياسيا وديبلوماسيا واقتصاديا للأتراك وأنه فاشل واستدعى عداء كل العرب تقريبا معدى الطرف القطري الحقيقة يعني من المؤسف أنا لا أتفق مع الأستاذ خاصة يعني استخدام مصطلحات بسو المناطق المحررة كيف تكون محررة وهي محتلة من قبل الأتراك يعني قوى لم يدعها أحد إلى الأراضي السورية تقوم بمنح مظلة استراتيجية لتنظيم القاعدة أو تنظيم جمهة النصر المصنف دوليا بقرارات مجلس الأمن بأنه تنظيم إرهابي ومع ذلك هناك من يقول بأن هذه المناطق هي محررة في حين أن المناطق التي هي تخضع للدولة المعترف بها في مجلس الأمن وفي المحافل الدولية تسمى بأنها يعني أصبحت الحقيقة هذا الخطاب وهذه المغالطات أصبحت يعني من الماضي هذه اللغة الخشبية أكل الدهر عليها وشرب وينبغي أن ننظر اليوم إلى الواقع وإلى العقد المقبل أو الجاري الذي بدأ الآن باعتبار أنه سوف يحمل موت المشروع السابق وبداية استعادة منظومة الأمن الأقليمي بناء على أساس دولاني وليس على أساس وجود عصابات وقوى تحت دولانية تقوم بسرقة النفط أو تقوم بتجارة غير مشروعة أو تقوم باستغلال حاجة المواطنين على كل حال نحن نزود يوميا بفيديوهات من داخل المناطق المحتلة من قبل الأتراك والمجموعات الإرهابية يشكون فيها من غلاء فاحش الحقيقة نحن اليوم عندما نتحدث عن مثلا الازدحام على الخبز في المناطق التي هي تحت سلطرة الدولة السورية نحن نتحدث عن ربطة خبز بحوالي سنتين أو سلاسة يعني بقيمة سنتين أو سلاسة من الدولار الأمريكي في حين أنه عندما ننتقل إلى الطرف الآخر ونجد أنه إلى أي حد هناك مثل ما شفنا بعض الفيديوهات الممولة والمحركة من قبل المجموعات الإرهابية أنه والله هذه المخابز لا عليها أي ضغط ولا أي زحمة لأن هناك فرق كبير ما بين أن يحصل عليها المواطن بكلفة شبه مجانية أو أن يضطر لأن يدفع كلفتها الحقيقية كما هي في تركيا أو في أي مكان آخر لذلك هناك ضغط معيشي قوي على سكان هذه المواطن هناك أتاوات تفرض من المجموعات الإرهابية الاستغلال لحاجة المواطنين وتحكم بتوزيع المساعدات مقبل المجموعات والعصار هذا أمر أصبح معروفا للحقيقة سيد أحمد بهذه المعطيات تحدثنا عن كثير من الأمور والمعطيات هل تجد أن الرؤية التركية تتطفق مع الرؤية الروسية فيما يتعلق بالحلول للأوضاع الإنسانية لا أعتقد أن ذلك متوفر إلى حد كبير هناك حاجة من التناقضات تخفيه ثنايا التفاهمات التي تتم بين فترة وأخرى ولذلك نشاهد التصرفات الروسية والإيرانية بعمليات القصف كما شاهدنا قصف مشفى في الأتارب وقصف مناطق مدنية أيضا في ريف أدلب لكن أحب أن أطمن سيد أسامة بأن الحياة في المناطق المتحررة من سلطة النظام ومن سلطة الميليشيات الإرهابية الإيرانية الحقيقة لو أراد المواطن السوري الآن أن ينتقل من المناطق المحتلة إلى المناطق المحررة يدفع قرابة 2000 إلى 2500 دولار للمهربين الذين يعملون مع النظام حتى ينقلوا إلى المناطق المحررة لكي يستطيع أن يحصل على ما يريده من مقتضيات الحياة وأنا كنت دقيقة هناك المقابس تعمل 24 ساعة كل شيء متوفر ومستوى أي حياة أيضا مستوى مقبول وجيد أيضا بالنسبة لكثير من المناطق والمواطن السوري لا يوجه مشكلة في الحصول على أي احتياجات بخلاف المناطق التي تحتل الآن وتخضع لسلطة الميليشيات علينا أن لا ننكر أن دمشق الآن لا تحتاج إلى هذه المعابر الجديدة سيد أحمد بكل تأكيد لا تحتاج إلى معابر ولا تحتاج إلى أي شيء يأتي من النظام هي تحصل على مقتضياتها ولديها أيضا أراضي زراعية ولديها إمكانات صناعية وكل شيء الآن متوفر لديها بشكل جيد لكن أتكلم الآن عن مناطق أخرى تخضع لسلطة الميليشيات تخضع لميليشيات إرهابية إيرانية حرس الثوري الإيراني حزب الله هذه التي تسيطر الآن على مقتضيات الدولة السورية على المصانع على المناطق الزراعية على المخازن الخاصة بالمواد التموينية دمشق الآن مدينة خاضعة لإحتلال الحرس الثوري الإيراني وحزب الله لا يستطيع حتى ضابط سوري إلا أن يقف على حواجز لحزب الله ويزهر هويته وربما يسمح له بالعبور أو لا يسمح له هذه هي الحقيقة الآن هذه مناطق محتلة من قبل ميليشيات إيرانية 85 ميليشيات إيرانية الآن تعمل في سوريا يقودها الحرس الثوري الإيراني حزب الله يعلن صراحة الآن من بيروت خططه في سوريا دون العودة إلى النظام لا يستطيع الآن النظام أن يفعل شيئا إلا بالعودة إلى الميليشيات الإرهابية الإيرانية ولذلك عندما نتحدث عن أزمة نتحدث حقيقة عن أزمة مسؤول عنها هذا النظام ومسؤول عنها إيران وميليشيات الإرهابية التي تعمل في سوريا هذه هي الحقيقة والآن الضغوط التي تمارس من أجل محاولة توفير يعني مد هذا النظام بشيء يمكن أن يمنع عنه الميليشيات نعم في كل مرة نحاول الحديث عن مصار الحلول الإنسانية نواجه هذه التحليلات ربما إحتلال إيراني ربما إحتلال تركي ونستبعد تماما الحلول الإنسانية والتي تساعد في حل الأزمة الإنسانية هناك دكتور أسامة في عجالة كيف تجد طرح سيد أحمد لا الحقيقة حديث عن ميليشيات إيرانية الآن دعوة موجهة لكم بأن تأتوا ما تشاءون من كاميرات ووسائل إعلام صديقة أو رديفة دمشق لم يعد فيها حواجز أصلا ما بعرف إلى أي مدى ممكن أن تستمر أو تعيش هذه الروايات كم حبل هذه الروايات هو قصير لذلك أي مواطن اليوم بالجوال يمكن أن يدور كل الشام حتى لستوا بحاجة إلى إحضار كاميرات ما في حواجز بالشام ما بعرف هذا الكلام كم أصبح متقادما على كل حال عندما نقول بأن هذه المناطق ليست بحاجة إلى مساعدات نحن نرجع للمرجعية الأممية إذا كانت لما المتحدة تخصص المناطق اللي واقعة تحت الاحتلال التركي هذا القدر الكبير من المساعدات فهذا طبعا ما حدا فرحان أنه يدفع مصاري للناس ما أنا محتاجة يعني هم بكل تأكيد لديهم أولويات في مناطق أخرى منكوبة لو لم تكن هذه المناطق الواقعة تحت احتلال الميليشيات والأتراك هي منكوبة والناس مجوعين وتقطعت بهم السبل لما كان هناك حاجة أساسا لإرسال كل هذه الكميات من المساعدات وبالمناسبة المساعدات الموجهة إلى داخل المناطق الدولة السورية تقلصت إلى حوالي العشر لأن الوكالات الأممية والدولية أصبحت تعرف جيدا بأن هذه المناطق استعادت سبل الحياة والاقتصاد إلى حد كبير رغم العقوبات الغربية طبعا الحقيقة أيضا فيما يتعلق بمصطلح ملاحظة صغيرة عندما نقول ميليشيات إرهابية حزب الله وإيران طب وفق أي اعتبار وفق الاعتبار الأمريكي الإسرائيلي هي ميليشيات إرهابية ليس وفق الاعتبار الأممي في حين أن تنظيم جبهة النصرة هو مصنف أمميا في حين أن ما يحدث من وجود تركي هو احتلال ولا يوجد له أي توصيل في قانون الدولي إلا احتلال ولم يأتي بغطاء شرعية دولية ولا بدعوة من الدولة صاحبة السيادة وبالتالي أصبح ضروريا الحقيقة أن نخرج من إطار هذه المصطلحات الخشبية دكتور أسامة ظنورة الخبير الاستراتيجي كنت معنا من دمشق سيد أحمد رمضان عضو الاقتلاف السوري كنت معنا من أسطنبول شكرا جزيلا لكم ترجمة نانسي قنقر